بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال لا بعد بعد ما كان للنبي أن يكون له أسرى نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أعرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم في هذه الآيات الكريمة فيها أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء فقال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أي أنه لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في أعدائه بالقتل حتى يكثر القتل فيهم ويقتل عددا منهم ليتقوى المؤمنون ويضعف الكفار ثم بعد ذلك يكون الأسر تريدون عرض الدنيا أي في أخذ الفدية والمال والله يريد الآخرة أي دينا وشرعا فهذه إرادة دينية شرعية فالإرادة إرادتان إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية والله عزيز حكيم أي فيه إثبات اسم العزيز وصفة العزة وإثبات اسم الحكيم وصفة الحكمة لو لا كتاب من الله سبق أي في اللوح المحفوظ بأن الله لا يعذب حتى تقوم الحجة على صاحبها أو بأن الله أحل الغنائم لهذه الأمة لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أي لنالكم وأصابكم عذاب عظيم بما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به الآية التي بعدها أحسن الله إليك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم غير موجودة وقرأنا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله في كل الأساسات نقرأ فالفقير الأولى الآن سنشر كلام الحافظ ما كان ليه يكون هو أسلا قال الحافظ كثير رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارة يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء قال فأنزل الله عز وجل لو لا كتاب من الله سبق الآية وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك وقال الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسار قال فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم قال وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أخرجوك وكذبوك فقدمهم فاضرب أعناقهم وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه قال فقال العباس قطعت رحمك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا ثم قام فدخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يولين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وإن الله لا يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى آخر الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء ابن مسعود نعم طيب ذكر أحسن لك الأصار نعم ذكر الأصار كما ذكره ابن كسير ذكر الحديث نعم ذكر الرواية نعم كما ذكرها ثم قال بعد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى حتى يذخن في الأرض قال أن يبالغ في قتال المشركين وأسرهم تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأخذكم الفداء والله يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين ونصر دين الله عز وجل والله عزيز حكيم قال ابن عباس رضي الله عنه كان هذا يوم بدر والمسلمين وإذن قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله في الأسارة فإما من بعد وإما فداء فجعل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أمر الأسارة بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم وإن شاءوا أعتقوهم قبل الآيات في الشيء قبل الحادث قوله تعالى ما كان نبينا أن يكون له أسرة قال قرأ أبو جعفر أهل البصرة تكون بالتاء والباقون بالياء قال القرطبي رحمه الله فيه خمس مسائل الأولى قوله تعالى أسرة جمع أسير مثل قتيل وقتل وجريح وجرح سيد الثانية وأطال حسن الله إليك الآية الثانية فيه خمس مسائل نعم المسألة الثانية أحسن الله إليك قال قوله لولا كتاب قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق قال بغوي رحمه الله قال ابن عباس كانت الغناء محراما على أنبياء والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوه للقربان فكانت تنزل نارا من السماء فتأكله فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم وقال الحسن ومجاهد وسعد بن جبير لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحد ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بن جريج لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأنه لا يأخذ قوما فعلوا الشياء بجهالة لمسكم أي لنالكم وأصابكم فيما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به عذاب عظيم وقال ابن سحاق لم يكن من المؤمن أحد من من حضر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب فإنه أشار على رسوله صلى الله عليه وسلم بقاتل الأسرة وسعد بن معاذ قال يا رسول الله كان الإخناث كان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال فقال رسوله صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب من السماء ما نجي منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ طيب فقال تعالى فكل مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم رؤيا أنه لما نزلت الآية الأولى كف أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزل فكل مما غنمتم الآية وروينا عن جاب رضي الله عنه أن أبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلي أخبرنا حسان اسم أذكر حسان الإسناد عن أبي رضي الله عنه قال قال رسوله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا وذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا حالنا طيب واتقوا الله إن الله غفور رحيم نعم سمقى بعد ذكر قال ذكر قوله تعالى يا النبي قول من في عديكم من الأسرة ما تكلم آخر الآية لا ما تكلم عن الأحصاد طيب طيب ما كان لديهم يكون الأسرة نعم قال الشيخ سعدي رحمه الله هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلهم واستئصالهم فقال تعالى ما كان لنبينا أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم فما دام لهم شر وصولة فالأوفق أن لا يؤسروا فإذا أثخنوا وبطل شرهم واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرة منهم وإبقائهم يقول تعالى تريدون بأخذكم الفداء وإبقائهم عرض الدنيا أي لا لمصلحة تعود إلى دينكم والله يريد الآخرة بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم فيأمركم بما يوصل إلى ذلك والله عزيز حكيم أي كامل العزة ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل لكنه حكيم يبتلي بعضكم ببعض لو لا كتاب من الله سبق قوله قوله تعالى لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم قال الشيخ السعد رحمه الله قوله تعالى لو لا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عنكم أيها الأمة العذاب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وفي الحديث لو نزل عذاب يوم بدر ما نجى منه إلا عمر لو لا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عنكم أيها الأمة العذاب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وفي الحديث لو نزل عذاب يوم بدر ما نجى منه إلا عمر قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا قال الشيخ السعيد رحمه الله وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها واتقوا الله في جميع أموركم ولازموها شكرا لنعم الله عليكم إن الله غفور يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي رحيم بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا أحسن الله إليك الطبري قال نعم القول في تأويل قوله تعالى لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم يقول تعالى ذكره لأهل بدر الذين غنموا وأخذوا من الأسر الفداء لو لا كتاب من الله سبق لو لا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله محل لكم الغنيمة وأن الله قضى فيما قضى أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأنه لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا دين الله لنالكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم ما قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل طيب قبلها لا قبلها ما كان لدينا كلها أسر أحسن الله لك قال الإمام بن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره ما كان لنبي أن يحتبس كافرا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء أو للمن والأسر في كلام العرب الحبس يقال منه مأسور يراد به محبوس ومسموع منهم أناله الله أسراء وإنما قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثم فاد بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم وقوله حتى يثخن في الأرض يقول حتى يبالغ في قتل المشركين فيها ويقهرهم غلبة وقسرا يقال منه أثخن فلان في هذا الأمر إذا بالغ فيه أحصل لك في المذكرة أحصل لك في قولكم في المذكرة لو لا كتاب من الله سبق أي في اللوح المحفوظ بأن الله لا يعذب أحد حتى تقوم الحجة على صاحبها أو بأن الله حلل الغناء من هذه الأمة أحصل لك أن هناك قولين مضمونين لكم في التفسير يعني كأن أحصل لك يجعلها أو ناقصا هنا سلس أقوال المحكية فيها هناك قولين مضمون مع بعض قلتم لو لا كتاب من الله سبق أي في اللوح المحفوظ أو بأن الله لا يعذب لو أضفنا لوه أو ذكروا البغوي حسن ذلك سلس أقوال مغايرة يعني طيب ما هي الأقوال ذلك يا الله قال حسن ذلك قال ابن عباس قال البغوي رحم الله قال ابن عباس كانت الغناء محرارة عن بياء والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوه للقربان هذا قول أحصل لك قوله فأنزل لو لا كتاب من الله سبق يعني لو لا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم وقال حسن ومجاهد وسعيد بن جبير لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحد من من شاهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول الثالث قول الثالث وقال ابن جريج لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له ما يتقون وأنه لا يأخذ قوما فعلوا أشياء بجهالة طيب كان في أو ساقطة حسن ذلك كان في أو ساقطة في النسخة قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى لو لا كتاب من الله سبق في معناه خمسة أقوال أحدها لو لا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم فيما تعجلتم من الغنائم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب عظيم روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وبه قال مقاتل وقال أبو غريرة تعجل ناس من المسلمين فأصابوا الغنائم فنزلت الآية والثاني أحسن الله إليك والثاني لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنبا على جهالة لعقبتم روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس وابن جريج عن مجاهد وقال ابن إسحاق سبق أن لا أعذب إلا بعد النهي ولم يكن هاهم الثالث لو لا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذبهم لعذبتم قاله الحسن وابن جبير وابن أبي نجيح عن مجاهد الرابع لو لا كتاب من الله سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب ذكره الزجاج والخامس لو لا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائري لعذبتم ذكره الماوردي فيخرج في الكتاب قولان أحدهما نعم ثم قال فيخرج في الكتاب قولان أحدهما أنه كتاب مكتوب حقيقة ثم فيه قولان أحدهما أنه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ والثاني أنه القرآن والثاني أنه بمعنى القضاء وليس الأولى ما كان يكون أسرى واتكلم عليها من جوزي لا ذكر هذا وذكر الآثار في هذا قال قوله قوله تعالى ما كان لنبينا أن تكون له أسرى حتى يذخن في الأرض ثم قال روى مسلم في إفراده من حديث عمراء بن خطاب أنه قال ذكر الحديث هذا الأثار ثم قال احسن الله إليك وروي عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال لما أشار عمر بقتلهم وفاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى ما كان لنبي إلى قوله حلالا طيبا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمراء فقال كاد يصيبنا في خلافك بلاء فأما الأسرى فهو جمع أسير وقد ذكرناه في البقرة والجمهور قرأوا أن يكون بلياء لأن الأسرى مذكر وقرأ أبو عمر أن تكون بالتاء قال أبو علي أنث على لفظ الأسرى لأن الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فهو مؤنث اللفظ والأكثرون قرأوا أسرى وكذلك لمن في أيديكم من الأسرى وقرأ أبو جعفر والمفضل أسارة في الموضعين تكلم القراءة أحسن الله إليك ثم قال قال المفسرون معنى الآية ما كان لنبي أن يحبس كافرا قدر عليه للفداء أو المن قبل الإذخان في الأرض وكانت غزاة بدل أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد أذخن في الأرض بعد تريدون عرض الدنيا وهو المال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد فادوا يومئذ بأربعة آلاف أربعة آلاف وفي قوله والله يريد الآخرة قولان أحدهما يريد لكم الجنة قاله ابن عباس والثاني يريد العمل بما يوجب ثواب الآخرة ذكره الماوردي ثم قال فصل وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في آخرين أن هذه الآية منسوخة بقوله فإما منا بعد وإما فداء أحسن الله إليك قوله تعالى فكل مما غنمتم قال ابن الجوز رحمه الله قال الزجاج الفاء للجزاء والمعنى قد أحللت لكم الفداء فكلوا والحلال منصوب على الحال قال مقاتل إن الله غفور لما أخذتم من الغنيمة قبل حلها رحيم بكم إذ أحلها لكم ثم ذكر الأثر أحسن الله أرجع التفسير أحسن الله إليك في هذه الآيات الكريمة فيها أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء فقال تعالى ما كان لنبيه أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أي أنه لا ينبغي لنبيه أن يكون له أسرى حتى يثخن في أعدائه بالقتل أي حتى يكثر القتل فيهم ويقتل عددا منهم ليتقوى المؤمنون ويضعف الكفار ثم بعد ذلك يكون الأسر تريدون عرض الدنيا أي في أخذ الفدية والمال والله يريد الآخرة أي دينا وشرعا فهذه إرادة دينية شرعية فالإرادة إرادتان إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية والله عزيز حكيم أحسن الله إليك والله عزيز حكيم فيه إثبات اسم العزيز وصفة العزة قبل في إثبات ما تتكلم عليها والله عزيز الحكيم شوف كلام بغاوية عليه والله قادر على إعزاز دينه ونصر لبيه كلام بغاوية والله عزيز الحكيم قادر على إرادة دينه وإعزازه والله يريد الآخرة قال يريد لكم ثواب الآخرة بقهر المشركين والنصر دين الله عز وجل والله عزيز حكيم وكان الفداو لكل أسر أربعين أوقيع ثم قال بعدها وكان الفداو لكل أسر أربعين أوقيع والأوقيع أربعون درهم يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين ونصر دين الله عز وجل والله يريد الآخرة قال البغاوية يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين ونصر دين الله عز وجل طيب لا تبقرأت بقهران بسما يقرأت بقهركم والله قادر على إظهار دينه وأعزاز دينه وأعزاز دينه وأعزاز دينه والله عزاز يحكيم بعلها نعم والله قادر على ولكن يبتليكم والكلم والله قادر على تريد العز وجل ولكن ولكن الله أمركم ولكن أعزاز لكم بالتكليف طيب كلمة والطيف من قد كلمة بالغوي والله قادر على تريد العرض منها والله أريد العخرة والله أعزاز نحكيم كلمة بالغوي ومقادر قوله تعالى حتى يدخن في العرض أن يبالغ في قتال المشركين وأسرهم تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأخذكم الفداء والله يريد الآخرة يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين ونصر دين الله عز وجل والله عزيز حكيم طيب من idé والله عزيز حكيم ونقل من السعدي تكليف الآخرة اللهم عزيز حكيم من تفسير السعدي نعم ولقبلها وقبلها من البقوي نعم والذي في التفسير هذا يبقى كما هو في أخذ الفدية والمال والإرادة فالإرادة نعم أحسن الله ففدية والمال والإرادة الدنيا قوله تعالى تريدون عرض الدنيا أي في أخذ الفدية والمال والله يريد الآخرة في أي دينا وشرعا فهذه إرادة دينية شرعية فالإرادة إرادتان إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية والله عزيز حكيم والمعنى ننقل كلام البغوي والله عزيز الحكيم يضاف كلام الشيخ السعدي لولا كتابه من الله سبق بعدها لا كتابه من الله سبق نعم في التفسير أي في اللوح المحفوظ بأن الله لا يعذب حتى تقوم الحجة على صاحبها أو بأن الله أحل الغنائم لهذه الأمة تصرتم على قولين ابن جوزي ذكر خمسة أقوان لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أي لنالكم وأصابكم عذاب عظيم بما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به طيب قول تعالى فكل ما غلنتم أعطى أن ننقل كلام الشيخ السعدي أو ما كلام الشيخ السعدي وكل ما غلنتم أو الحافظ الشيخ السعدي أحسن الله إليه قال قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وهذا من لطفي تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها واتقوا الله في جميع أموركم ولازموها شكرا لنعم الله عليكم إن الله غفور يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي رحيم بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا قال البغيو رحمه الله فقال تعالى بعد أن ذكر أهل قبلها فقال تعالى فكل مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم روي أنه لما نزلت الآية الأولى كف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدهم عما أخذوا من الفداء فنزل فكل مما غنمتم الآية وروينا عن جاب رضا الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبله فكل مما غنمتم ذكر قوله تعالى لو لا كتاب من الله سبقه ثم قال بعدها ولهذا قال الله تعالى فكل مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم فعند ذلك أخذوا من أسار الفداء وقد روى الإمام أبو داودة في سناني حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي حدثنا سفيان بن حبيب عن ابن عباس رضا الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجهلية يوم بدر أربعمائة قد استقر الحكم في الأسار عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريزة وإن شاء فدى بمال كما فعل بأسر بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها التين كانت في سبي سلمة بن الأكوع حين ردهما وأخذ في مقابلهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين وإن شاء استرقى من الأسر هذا مذى الإمام الشافعي وطائفة من العلماء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في الموضوع في كتب الفقه طيب قال قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أهل بدر فكلوا أيها المؤمنون مما غنمتم من أموال المشركين حلالا بإحلاله لكم طيبا واتقوا الله وخافوا الله أن تعودوا أن تفعلوا في دينكم شيئا بعد هذه من قبل أن يعهد فيه إليكم كما فعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة وأخذتموها من قبل أن يحل لكم إن الله غفور رحيم وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم وتأويل الكلام فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا إن الله غفور رحيم واتقوا الله ويعني بقوله إن الله غفور لذنوب أهل الإيمان من عباده رحيم بهم أن يعاقبهما بعد توبتهم منها طيب فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وهذا هو كلام على هذه الآية طيب في التفسير ما لا يوجد شيء فكلوا مما غنمتم السعدي وشكلها علي الشيخ السعدي قال فكلوا مما غنمتم إباحة للغنائم أعفوا هذا التفسير بالجزئي قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها واتقوا الله في جميع أموركم ولازموها شكرا لنعم الله عليكم إن الله غفور في هذه الآية وفي هذه الآية إباحة الغنائم لهذه الأمة في هذه الآية إباحة الغنائم لهذه الأمة ونمحة لها لأحد قبلها إن جزئي وشكرا بالجزئي قال قوله تعالى فكلوا مما غنمتم غنمتم إباحة للغنائم ولفداء الأسارة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إن علم في قلوبكم إيمانا جبرا هذا الآية لبعدها نعم هذه الآية لبعدها نعم قال فكلوا مما غنمتم إباحة للغنائم ولفداء الأسارة فقط أي كمان 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 السعاد الله محفور الغنائم لهذه الأمة ألا يكون إذا كان نبعنا نحب الله الغنائم لهذه الأمة تكرار في هذه الأمة ألا يكون تكرار لما لا لا الآية لبعدها جاء في بي الله فيها لباحة لولا كتاب من الله سبق هذا يعني بيان يعني السبب يعني أن الله للمعذبهم ثم جاء الإذن فقال فكلوا مما غنتم نعم عندك ننقل كلاما الشيخ السعدي في الآية نعم فكلوا مما فيه باحة الغنائم لهذه الأمة فكلوا مما طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم اسف الغفور اسف الرحيم اسفة المغفرة الرحمة يلا الله إن الله غفور لكم فيما يش فيما أخذتم عندك تكلم أنا أقول إن الله غفور رحيم غفور يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي هذا عام غيره ما تكلم عنها الحافظة والبغوي والرطبي إن الله غفور رحيم نريد أن خاتبت الآية طبري قال إن الله غفور رحيم وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم وتأويل كلام فكل مما غنمتم حلالا طيبا إن الله غفور رحيم واتقوا الله ويعني بقوله إن الله غفور لذنوب أهل الإيمان من عباده رحيم بهم أن يعاقبهما بعد توبتهم منها رحيم بهم أن يعاقبهما بعد توبتهم منها ثم قال ثم قال الله تعالى يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم هذه الآيات الكريمة فيها بشارة للأسار الذين أخذ منهم فداء ووعد من الله لهم بأنه إن علم في قلوبهم خيرا سيعوضهم خيرا مما أخذ منهم من الفداء فسيعوضهم خيرا مما أخذ منهم من الفداء أما إن أرادوا خيانة فإنهم قد خانوا الله من قبل بالكفر فأمكن الله منهم بالأسر فليحذروا بطشه وعقوبته أخذ الله نبيه منهم فأمكن الله نبيه منهم بالأسر فأمكن الله نبيه منهم بالأسر أخذ الله منهم نبيه بالأسر نعم نعم ماذا بعد والصواب أن هذه الآيات عامة في العباس وفي غيره فليحذر بطشه وعقوبته آخر الآية آخر الآية آخر الآية أحسن الله إليكم يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم صحيح نعم هذه دمجة تفسير الآيتين صحيح والصواب أن هذه الآيات عامة في العباس وفي غيره فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أسوأ وكامل الله وفور رحيم ما ذكر غيره مهسين بالكثير طال في ذكرى الآثار نعم بالكثير الكلام على بس تفسير الله وفور رحيم جملة جملة تيدي بغاوي الشيخ السعيد قال وهذه نزلت في أسارة يوم بدر وكان في جملتهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما طلب منه الفداء ادعى أنه مسلم قبل ذلك فلم يسقطوا عنه الفداء فأنزل الله تعالى جبرا لخاطره ومن كان على مثل حاله يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي من المال بأن يسر لكم من فضله خيرا وأكثر مما أخذ منكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره فحصل له بعد ذلك من المال شيء كثير حتى إنه مرة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله قال البغو رحمه الله قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إيمانا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال العباس رضي الله عنه فأبدلن له عنها عشرين عبدا كلهم تاين ويضرب بمال كثير وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان عشرين أوقية وعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي عز وجل وقوله عز وجل وي يرد خيانتك يعني الأسارة فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ببدر والله عليم حكيم قال ابن جريج أراد بالخيانة الكفر أي إن كفروا بك فقد كفروا بالله من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهم وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى قتال المؤمنين ومعاداتهم الشيخ ابن جرير حسن الله إليكم قال يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لمن في يديك وفي يدي أصحابك من أسر المشركين الذين أخذ منهم الفداء الذين أخذ منهم من الفداء ما أخذ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي يعلم الله في قلوبكم إسلاما يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ويصفح لكم عن عقوبة جرمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي الله وأصحابه وكفركم بالله والله غفور لذنوب عباده إذا تابوا رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة وذكر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان يقول في نزلت هذه الآية وقوله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله عليم حكيم يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن يريد هؤلاء الأسار الذين في أيديكم خيانتك أي الغدر بك والمكر والخداء بإظهارهم لك بالقول خلاف ما في أنفسهم فقد خانوا الله من قبل فقد خالفوا أمر الله من قبل وقعة بدر وأمكن منهم ببدر المؤمنين والله عليم بما يقولون بألسنتهم ويضمرونه في نفوسهم حكيم في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه سواهم نأخذ تفسير بن جرير في قوله تعالى والله عليم حكيم وفي قوله يغفر لكم والله غفور رحيم يكتمل نعم أرجع التفسير قلبكم هذه الآيات الكريمة فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها بشارة للأسار الذين أخذ منهم فداء ووعد من الله لهم بأنه إن علم في قلوبهم خيرا فسيعوضهم خيرا مما أخذ منهم من الفداء أما إن أرادوا خيانه فإنهم قد خانوا الله من قبل بالكفر فأمكن الله نبيه منهم بالأسر فليحذروا بطشه وعقوبته والصواب أن هذه الآيات عامة في العباسي وفي غيره فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نضيف والله غفور رحيم والله غفور لذنوب عباده إذا تابوا رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة والله عليم بما يقولون بألسنتهم ويظمرونه في نفوسهم حكيم في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه سواهم لأن دمج أحسن الله إليك تفسير الآيتين نعم أحسن الله إليك ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير هذه الآية الكريمة أحسن الله إليك هذه الآية الكريمة فيها الثناء العظيم على المهاجرين والأنصار نعم وبيان أنهم خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء لا كان ولا يكونوا مثلهم فقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا ابتدأ بالمهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار لأنهم تركوا أموالهم وأطانهم وديارهم لله وذهبوا إلى المدينة غرباء بلا أهل ولا مال ولا ولد والأنصار لا شك أنهم قاموا بواجب النصرة وآووهم ونصروهم وقاسموهم أموالهم ونساءهم لكنهم في ديارهم وبين أهليهم وأموالهم فلهذا فالمهاجرون أفضل منهم أولئك بعضهم أولياء بعض أي كل واحد ولي الآخر قوله أولئك بعضهم أولياء بعض أي كل واحد ولي الآخر ينصره ويؤيده ويعينه ويحب له ما يحب لنفسه ولهذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فآخى بين كل مهاجري بأنصاري وقال له هذا أخوك وبهذه الأخوة صار بعضهم يرث بعضا وصار مقدما على النسب ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كما سيأتي وفي هذه الآيات الثناء على الصحابة والله تعالى قد أثنى عليهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم في غير ما آية كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ثم قال في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والنصوص في هذه كثيرة فمن كان في قلبه غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يدل على مرض ونفاق في قلبه فلا يسب الصحابة ولا يبغضهم إلا من في قلبه مرض وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها الحث على العناية بالصحابة وتقديرهم والترضي عنهم والغضي عما شجر بينهم كحديث الله الله في أصحابي وفي الحديث الآخر من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه فالواجب على كل مسلم أن يترضى عن الصحابة ويترحم عليهم ويذكر فضائلهم ومحاسنهم وأن لا يتكلم فيهم بسوء وأن يغضى عما شجر بينهم وأن يعتقد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات فهم خير الناس وأفضلهم لا كان ولا يكون مثلهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها والدين جاء عن طريقهم فمن سبهم أو تنقصهم فقد سب الدين إذا كان الصحابة كما يقول بعض الفرق المنحرفة كالرافضة وغيرهم أنهم كفار أو فسقة كيف يثقوا بدين النقلة والكفار والفسقة إذا كان الصحابة كما يقول بعض الفرق المنحرفة كالرافضة وغيرهم هذا تابع التفسير نعم أحسن الله أنهم كفار أو فسقة كيف يثقوا بدين النقلة والكفار والفسقة كيف يثقوا بدين كيف يثقوا بدين نقله كفار أو فسقة نعم أحسن الله نسأل الله العافية فالطعن في الدين فالطعن في دين نقلة الشريعة وحملتها نسأل الله عسن الله كان العبارة هذه ما هي المستقيمة تحذى فالطعن في الدين لعل فالطعن في دين نقلة الشريعة وحملتها نسأل الله السلامة والعافية نعم قبل ونحذف نقلة الشريعة وحملتها لا فالطعن في دين نقلة الشريعة وحملتها ردة عن الإسلام فالطعن في دين نقلة الشريعة وحملتها في حملة الشريعة في نقلة الدين وحملة الشريعة في نقلة الدين وحملة الشريعة أحسن الله إليك هذا ما يعني يفرق قبل أحسن الله إليك ذكرتم في قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا ابتدأ بالمهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ابتدأ بالمهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار لأنهم تركوا أموالهم وأوطانهم وديارهم لله وذهبوا إلى المدينة غرباء بلا أهل ولا مال ولا ولد والأنصار لا شك أنهم قاموا بواجب النصرة وآووهم ونصروهم وقاسموهم أموالهم ونساءهم لكنهم في ديارهم وبين أهليهم وأموالهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم والأنصار رضي الله عنهم رضي الله عنهم أحسن الله رضي الله عنهم فلهذا فالمهاجر لكن لكنهم في ديارهم وبين أهليهم وأموالهم رضي الله عنهم فلهذا فالمهاجرون أفضل منهم فلهذا كان المهاجرون أفضل منهم أولئك بعضهم أولياء بعض أي كل واحد ولي الآخر ينصره ويؤيده ويعينه ويحفظ ولي عبو نصره ويحفظ كان في المجمل لأنه أفضل من سلم تركهم والهم وذهبوا إلى المدية غرباء ثم قلتم والأنصار لا شك أنهم قاموا بواجب النصرة وآووهم ونصروهم وأما الأنصار وأما الأنصار وأما الأنصار فإنهم قاموا بواجب النصرة وآووهم ونصروهم وقاسموهم أموالهم ونساءهم لكنهم في ديارهم وبين أهليهم وأموالهم فلهذا كان المهاجرون أفضل منهم أولئك بعضهم أولياء بعض أي كل واحد ولي الآخر ينصره ويؤيده ويعينه ويحب له ما يحب لنفسه ولهذا آخر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا آخر النبي أولئك بعضهم أولياء بعض أي كل واحد ولي الآخر كل واحد من المهاجرين والأصار ولي الآخر أي كل واحد من المهاجرين والأنصار ولي الآخر ينصره ويؤيده ويعينه ويحب له ما يحب لنفسه ولهذا آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فآخر بين كل مهاجرين بأنصاري وقال له هذا أخوك أحسن الله إليك وقال له هذا أخوك وبهذه الأخوة صار بعضهم يرث بعضا وصار مقدما على النسب ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كما سيأتي ثم نسخ الله ذلك إيش بقوله تعالى في الآية التي بعدها ليست بعدها في الآية الأخيرة ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى في الآية الأخيرة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كما سيأتي وفي هذه الآيات الثناء على الصحابة وفي هذه الآيات الثناء على الصحابة كأنه فيه سقط في الآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا إلى آخر الآية هذا اللي سنقرأه مفترض أحسن الله إليك ليس مفترض يكون في آخر الآية بعد تمام التفسير لأنها كالفوائد وفي هذه الآيات الثناء على الصحابة لا لا نسوف كلام على هذا والذين آمنوا ولم يهاجروا كلام فاستر في هذه الآية الآية الثناء على الصحابة نعم هذا في التفسير وما قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا شوف كلام عليه ما لكم من شيء حتى يهاجروا وينسروا ليفعلكم نص إلا العقوم بإنكم بيهم بتاع واللهم كم المصير قال البغوي رحمه الله قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء يعني الميراث يعني الميراث نعم حتى يهاجروا قرأ حمزة ولايتهم بكسر الواب والباقون بالفتح وهم واحد كالدلالة والدلالة وقوله وإن استنصركم في الدين أي استنصركم المؤمنين الذين لم يهاجروا فعليكم النصر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد فلا تنصرهم فلا تنصرهم عليهم والله بما تعملون بصير طيب إن كسير أحصل لك شكرا قوله الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء قرأ حمزة ولايتهم بالكسر والباقون بالفتح وهم واحد كالدلالة والدلالة من شيء حتى يهاجروا هذا هو الصنف الثالث هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم فهؤلاء ليس لهم من المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال كما قال الإمام أحمد حدثنا وكين حدثنا لسفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلامي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم نصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما يتعملون بصير يقول الله تعالى وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال دين في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصركم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تغفروا ذمتهم ولا تنقصوا أيمانكم مع الذين عاهدتم ولا تنقضوا ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم طيب هذا كلام من؟ هذا كلام من كثير رحمة الله فلا تغفروا فلا تغفروا ذمتكم فلا تغفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم طيب وهذا ما رويه عن ابن عباس رضي الله عنه والله ما تكلم عليها طيب السعدي طيب كلم الحال طيب نشوف كلم السعدي حسن الله إليك قال الشيخ السيد رحمه الله هذا عقد موالاة ومحبة عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا قال حسن الله إليك فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء لكنهم وإن استنصروكم في الدين أي لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم فعليكم النصر والقتال معهم وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم وقوله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد بترك القتال فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق والله أحسن الله إليك والله بما تعملون بصير يعلم ما أنتم عليه من الأحوال فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم طيب 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 أرسي على الأول خاص من أول أحسن الله إليك من أول والذي لعمل ولا مهاجر ما يخبر قوله والذي لعمل ولا مهاجر هذا ما عندنا في التفسير يعني نوقع الكلام المفسري نعم من كثير حصلك أو من كثير قال قال والذين قوله والذين عملوا ولم يهاجروا ما لكم من أوليتهم من شيء هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وههم الذين آمنوا ولم يهاجروا ولأقاموا في بوادهم فهؤلاء ليس لهم من المواقب فهؤلاء ليس لهم في المغاني من نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا في القتال طيب وين استطروا في الدين فعليهم نصهم إلا على قنب المتاق فلا تغفروا دمتكم فلا تقضوا أهلكم نعم قال قال ابن كسير رحمه الله وإن استنصركم هؤلاء العراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على أدو لهم فانصرهم فإنه يجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن استنصركم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تغفروا ذمتكم الآية قال هل الآية بقي الآية في السوق ما عليه كلام بقي بقي ثلاث آيات أحسن الله إليك الذين كفروا بعضهم ولياء بعضهم لكن ما تمينا قراءة تفسير أحسن الله إليك وفي هذه الآيات الثناء على الصحابة رضي الله عنهم والله تعالى قد أثنى عليهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم في غير ما آية كقوله تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار الآية ثم قال في آخر الآية ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والنصوص في هذه كثيرة فمن كان في قلبه غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يدل على مرض ونفاق في قلبه فلا يسب الصحابة ولا يبغضهم إلا من في قلبه مرض وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها الحث على العناية بالصحابة وتقديرهم والترضي عنهم والغضي عما شجر بينهم كحديث الله الله في أصحابي وفي الحديث الآخر من آذاهم فقط الله الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذهم غرضا فمن أحبهم أحبهم ومن أحبهم كم الحديث ما يجي تحصل فائدة الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذهم غرضا لفظ الحديث ينقل من الحديث لكن بعد الله على أصحاب لا تتخذهم غرضا فمن أحبهم هب يحبهم هب يحبهم ومن أضعهم هب يغضي أضرهم بهذا يحصل فائدة أما يجيب الله الله أصحابي بس جملة فقدة ما أتكف نعم ونقلوا عدل الله 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 في أصحابي وفي الحديث الآخر من آذاهم فقط آذاهم تتخذ الحديث لا تتخذهم غرضا فمن أحبهم هب يحب يحبهم ومن أضعهم هب يغضي أضرهم نعم ينقل بغيث الحديث نعم ما بعد بحسن الله وفي حديث آخر كانوا فصلوها وفي حديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي عن عبد الله ابن غف المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه نعم كلها في حديث واحد نقلوا قال وفي الحديث الآخر من آن نقل أول حديث الله الله صالح بس لا يكفي أحسن الله نعم ثم قالوا في الحديث الآخر من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه وكلها في حديث واحد أحسن الله فالواجب على كل مسلم أن يترضى عن الصحابة ويترحم عليهم ويذكر فضائلهم ومحاسنهم وأن لا يتكلم فيهم بسوء وأن يغضى عما شجر بينهم وأن يعتقد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات فهم خير الناس وأفضلهم لا كان ولا يكون مثلهم فهم خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء بعد الأنبياء نعم لا كان ولا يكون مثلهم فهم خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها والدين جاء عن طريقهم فمن سبهم أو تنقصهم فقد سب الدين والدين والدين جاء عن طريقهم نقلوا دين الله فهم حملوا الدين أو بلغوا دين الله نقلوا دين الله وحمله إلينا ونصروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها ونقلوا فهم نقلوا فهم نقلوا دين الله نعم فهم نقلوا دين الله فمن سبهم أو تنقصهم فقد سب الدين عندنا والدين جاء عن طريقهم فمن نقلوا دين الله وبلغوه للأمة فهم نقلوا دين الله وبلغوه للأمة فمن سبهم أو تنقصهم فقد سب الدين فسبهم وبغضهم سبوا للدين الذي حملوه الذي نقلوه وحملوه حملوه أحسن الله إليك ثم عندنا أحسن الله إليك إذا كان الصحابة كما يقول بعض الفرق المنحرفة كالرافضة وغيرهم أنهم كفار أو فسقه كيف يثقوا بدين فكيف يثقوا بدين فكيف فكيف يثق فمن إيش إذا كان الصحابة كما يقول بعض الفرق المنحرفة فمن كفرهم فمن كفرهم أو سبهم فكيف يثقوا بدين نقلوا وحملوا يعني كان النقل فيه ما في الترسي بلا نعم نعم يعني فيه نعم فكيف يثقوا بذين حمله كفار وفساق فمن كفرهم أو سبهم فكيف يثق بذين حمله كفار وفساق نسأل الله العافية والسلامة وقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم هذه الرجعت نعم الأصل والمقدم في اللغة أن الولاية بالفتح هي المحبة والنصرة والولاية بالكسر الإمارة وقد يطلق هذا على هذا 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 المسأل الغوية هذا في نهاية التفسير التفسير الآية ذكروا ينقل ينقل هناك نعم بس نعم ينقل هناك ثالث الولاية نعم ما بعد قوله تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ نعم هذه ما فيها التفسير أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يقول بعضهم أعوان بعض وأنصاره وأحق به من المؤمنين بالله ورسوله وأحق به من المؤمنين بالله ورسوله وأحق به من المؤمنين بالله ورسوله يقول تعالى إيش القول في تأويل قوله تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ يقول تعالى ذكره وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يقول بعضهم أعوان بعض وأنصاره وَأَحَقُّ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَحَقُّ بِهِ نعم وقد ذكرنا قول من قال عَنَا بِأَنَّ بَعْضَهُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ بَعْضٍ مِنْ قَرَابَتِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فأسترها قال بعضهم أولياء بعض يقول بعضهم أعوان بعض وأنصاره وَأَحَقُّ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وقد ذكرنا قول من قال عَنَا بِأَنَّ بَعْضَهُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ بَعْضٍ مِنْ قَرَابَتِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثم ذكر أثر طيب إلا تفعلوه قوله إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعضهم معناه إلا تفعلوا أيها المؤمنون ما أمرتم به من موارثة المهاجرين منكم بعضهم من بعض بالهجرة والأنصار بالإيمان دون أقربائهم من أعراب المسلمين ودون الكفار تكون فتنة يقول يحدث بلاء في الأرض بسبب ذلك وفساد كبير يعني ومعاصل لله فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعضهم معناه إلا تفعلوا أيها المؤمنون ما أمرتم به من موارثة المهاجرين منكم بعضهم من بعض بالهجرة والأنصار بالإيمان دون أقربائهم من أعراب المسلمين ودون الكفار تكون فتنة يحدث بلاء في الأرض بسبب ذلك وفساد كبير ومعاصل لله ثم قال احسن الله إليك في آخر الكلام وأولى التأويلين بتأويل قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قول من قال معناه أن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين وأنه دلالة على تحريم الله على المؤمن المقام في دار الحرب وترك الهجرة لأن المعروف في كلام العرب من معنى الولي أنه النصير والمعين أو ابن العم والنسيب فأما الوارث فغير معروف فغير معروف ذلك من معانيه كثيرا في تفسيره قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء وبعض قطع الموالات بينهم وبين الكفار كما قال الحكم فيما يستدركه ثم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتراوارث أهل من لتيني ولا يرث مسلم كافرا بعد العيات ومعنى قوله تعالى إلا تفعلو تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أي إلا تجانب المشركين وتول المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض طيب السعدي الذي كفره بغو يحسن قال والذين كفروا بعض مولياء وبعض أي في العون والنصرة وقال ابن عباس في الميراس أي يرث المشركون بعضهم بعض إلا تفعلو تكن فتنة في الأرض قال ابن عباس إلا تأخذوا في الميراس بما أمرتكم به وقال ابن جريج إلا تعاونوا وتناصروا وقال ابن إسحاق جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم وقعل الكافرين بعضهم أولياء بعض هذا كلامة أخير صحي مع كلامة ثم قال إلا تفعلوه هو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمن تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فالفتنة في الأرض قوة الكفر والفساد الكبير ضعف الإسلام سعدي قال الشيخ سيدي رحمه الله لما عقد الولاية بين المؤمنين أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء لبعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم وقوله إلا تفعلوه أي موالات المؤمنين أو معادات الكفار بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعض التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض طيب كل الطيب كل الطيب كل الطيب كل الطيب كل الطيب كل الحافر يمكن أن يدعو من هنا كل الطيب طيب بعدها نعم نعم الآية التي بعدها أيضا نعم طيب شوف كلام البغوي عندك نعم أقرأ الآية الآية أحسن الله إليك ثم قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم قال البغوي رحمه الله والذين آمنوا في قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا قال الأميرية ولا ريب في إيمانهم وقيل حققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال في الدين وبذل المال في الدين لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة فإن قيل أي معنى في تكرار هذه الآية قيل المهاجرون كانوا على طبقات فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى وهم الذين هاجروا قبل الحديبية وبعضهم أهل الهجرة الثانية وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة وكان بعضهم ذا هجرتين هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى ومن الثانية الهجرة الثانية هجرة الأولى ما سيكون الهجرة الأولى حصا لك قال فكانوا بعضهم أهل الهجرة الأولى وهم الذين هاجروا قبل الحديبية وقبل الفتح وقوله وَلَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُوا هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ أي معكم يريد أنتم منهم وهم منكم وأول الأرحام بعض ما أولى ببعض وهذا نسخ التوارث بالهجرة ورد الميراث إلى ذوي الأرحام قولوه في كتاب الله أي في حكم الله عز وجل وقيل أراد بكتاب الله القرآن يعني القسمة التي بيّنها في سورة النساء إن الله بكل شيء عليم أحسدك ابن كسير قال ابن كسير رحمه الله أيضا في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يهاجروا قال لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب وإن كانت عن ذنوب إن كانت وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يسأم ولا يمل حسنه وتنويعه ثم أعطى أحسن لك في ذكر الآثار والذين آمنوا بعده والذين آمنوا بعده الضمنوا أحسن لك في قوله ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال تعالى والسابقون الأولون والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بالإحسان الآية وقالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اخفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيح أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب وفي الحديث الآخر من أحب قوم الحشر معهم ثم قال رحمة الله وأما قوله تعالى أقوله أرحم بعضهم أولى بعض في كتاب الله أي في حكم الله وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصبة بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات كما نص ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإيخاء الذين كانوا يتوارثون بهما أولا وعلى هذا فتشمل زوي الأرحام بالإسم الخاص ومن لم يرثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيته للوارث قال الشيخ السعيد رحمه الله قوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم الآيات السابقات في ذكر عقد المولاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم فقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك أي المؤمنون من المهاجرين والأنصار إيمانهم بما قاموا به من الهجرة لأنهم صدقوا لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين لهم مغفرة من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم ولهم رزق كريم أي خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم وربما حصل لهم من الثواب المعجل لما تقر به أعينهم وتطمئن به قلوبهم الآية الأخيرة عندنا تفسير مذكور تفسير ثم قال الله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا فأولئك معكم وأولو الأرحام وَلَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أي بعضهم أولى ببعض من الإرث بالأقوة والحلف الذي كان في أول الإسلام فهذه الآية ناسخة للتوارث بالحلف والإخاء الذي كان في أول الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون فيهما بهذه الأخوة وكذلك كانوا يتوارثون بالحلف يقول أحدهم للآخر أنت أخي دمي دمك وهدمي هدمك ترثني وأرثك وهذا كان في الجاهلية وفي أول الإسلام ثم نسخ الله ذلك بهذه الآية والمراد بأولي الأرحام في هذه الآية القرابات مطلقة سواء كانوا من أصحاب الفروض أو من العصبة فكل هؤلاء أولى بالميت من غيره وبعض العلماء قال إن هذه الآية نص في إرث ذوي الأرحام العصبات كالعمة والخالة وأولادهم أما أصحاب الفروض فإنهم يريثون بأدلة أخرى كثيرة وذهب ابن كثير إلى أن ذلك غير صحيح وأن المراد بأولي الأرحام هنا القرابات عموما ثم قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم يعلم من أحوال عباده التي يجري من شرائعه الدينية ما يناسبها ومن ذلك أنه سبحانه يعلم ما يصلح عباده من توريث بعضهم من بعض في القرابة والنسب انتهى أحسن الله إليك أحسن الله إليك من سب الصحابة عموما يكفر أنا في تفصيل شيء سب الصحابة من سبهم لدينهم هذا ردة من سبهم يجل غيظ في لفسه فهذا يفسه وكذلك يفرق بين يعني سب الخلفاء الرسل الأرباح وسب الشيخين كذلك وهم قال كفر أما غيرهم فهذا في تفصيل وسب المبشرين في الجنة نعم نعم يعني السب قد يكون لدينهم هذا ردة بالإجمع حتى أولوا واحد وأما يسبهم الغيظة وغضب هذا في تفصيل أحسن الله إليك إذا تكلم على الصحابة في غير دين يعني قال هذا غير شجاع هذا أفضب لا فسق هذا فسق هذا المعصنة أحسن الله إليك من سب الصحابة أحسن الله أنتهى أحسن الله إليك أحسن الله إليك أحسن الله إليك من تفصيل الآيات هذه السعادية من الله البغوي من كثير نعم إن شاء الله درس المساء ما في درس اليوم وغادا كذلك ما في درس المساء لكن في صباح الشباب صباح هذا إن شاء الله هو سرط توبها وما إنها من وجودها سعود من التفسير لما محمل أهل وغيره نعم أحسن الله إليك وفق الله اللي بإطاءة احسن الله جل حفودي وصلى الله عليه وسلم نعم